هو زي ما أحمد قال بالضبط هو خروج منطقي بس أنا شايفة لسبب تاني خالص وهو منطقي للتسلسل اللي احنا شفناه في المباريات اللي فاتت من حيث التشكيل من حيث علامات الاستفاهم اللي انا تكلمت عنها قبل كده بس دلوقتي تعالوا بقى نمسك الورقة والقلم بهدوء كده نعرف ايه حجم المكاسب والخسار اللي احنا طلعنا بيها من المشاركة في البطولة نعرف احنا عايزين ايه الفترة اللي جاي مبدئيا كده لازم بيكون متفقين ان احنا بنلعب بالتشكيل الاساسي يا جماعة عشان بس انا بلاقي ناس بتيجي تقول يا جماعة ده الفريد تاني لقى حضرتك ده الفريد اول احنا اثنين بس ثلاث لعيبة منهم اتنين اساسيين محمد صلاح ومحمد النني ممكن مصطفى محمد يكون اساسي برضو ممكن برضو مستي كارلوس كروشي خليه احتياطي المرأة الحمدي الله اعلم يعني محدش بقى ممكن يستغرب حاجة زي دي طيب يعني انت رايح دلوقتي تشارك في البطولة بنجوم الزمالك ونجوم الاهلي اللي هما طبعا قندية كبيرة نجوم القندية التانية كمان فوق الزمالك والاهلي ديف عليهم بقى احمد حجازي واحد من نجوم الدوري الصعودي ففي فرق بقى زي المغرب وزي الجزائر رايحة حرفيا تلعب بالفريد التاني وده اللي احنا قلنا في الاول المفروض الناس دي لسه عندها بقى كمان محرز وسليماني مهاجم ليون في جولي وبين سبعيني وبين ناصر بتاع الميلان ويوسف عطال يعني دول يا جماعة في الجزائر المغرب بقى الموضوع اكبر كمان بكتير فاحنا كنا بنقول زي ما قلت في البداية البطولة عشان نحمس نفسنا ان الجزائر نقصة سبعة او تمانية واحنا كمان عندنا غيابات لكن الحقيقة ان احنا عندنا لعب او اتنين او تلاتة بكتير هم اللي كانوا برد تشكيلها بس احنا كنا بنقول كده عشان خاطر ايه نوع من انواع التحفيز بس دلوقتي بقى اعتقد معادي ان احنا نتكلم بواقعية شوي فالحقيقة المؤكدة ان السكواد اللي موجود قوامه هو اللي هيلعب معاك كاس الامم الافريقية دي لها وتلعبت يعني احنا برضو لسه بنشوف ايه اللي بيحصل في القصة دي بس دي قصة تاني خالص وكمان المباراة الفاصلة في تصفيات المونديال طيب تعالوا بقى كده يعني اول نقطة ايجابية برضو يعني انا بتكلمت في شوية سلبية طبعا انا مش عارف اقولها كلها لكن برضو نتكلم في شوية ايجابيات عشان خاطر نكون منصفين قدام الجماهير طيب منطقي ان احنا نكون خرجنا بمكاسب منها كاملة زي مثلا احمد رفعت والحقيقة انا برضو مش فاهمة اوي هو مشاركش مبارح ليه لانه في كلام متداول كده ان هو تم استبعاده من جالب مستر كيروش لان هو اعترض على عدم مشاركته في البداية قدام الاردن في ناس تانية بتقول ان هو اعترض او ان مستر كارلوس كيروش بيعقبه عشان هو ما كانش راضي عن الاشارة اللي عملها بعد الجون اللي جابه طيب لاب زي حسين فيصل رغم تحفظي شوية برضو على مبارح على مستوى مبارح لكن برضو فيه علامة استفهام لعب زي احمد ياسين تنقية حجازي والونش فيه يا جماعة يعني شوية حاجات كده احنا كنا اه عمر مرموش نفس الكلام اعتقد يعني ان احنا في حاجات احنا ما كناش فاهمين اوي ايه طبعياتها عمر مرموش زي ما قلت في الاول احنا اتبسطنا اوي بمشاركته تمام بعد كده مستر كارلوس كيروش حب الموضوع اوي هو عايز يفاجئنا عايز يجرب بس جي جرب في وقت غلط الحقيقة فيه ناس بقيت بتشارك انا مش عامة بتشارك ليه فيه باسم دولي او بصورة دولية مع احترامي يا جماعة فيه ناس لسه قدامها كتير جدا جدا بس خلينا نرجع للاجابيات يا احمد شايف ايه الاجابيات؟ انا افكر ان الايجابيات نيرفانا ان مستر كيروش المفروض يعني يبقى حط ايده خلاص على نقاط القوة والضعف في المنتخب امبارح بصراحة عندنا علامة استفام كبيرة جدا على بداية المباراة من طريقة لعب المنتخب احنا ليه يا جماعة خدنا وقت كبير قوي لحد ما دخلنا في اجواء المباراة يعني الفرق الكبيرة دايما هي اللي بتخش المباراة من اول دقيقة ما ببقش فيه وقت كتير لفكرة جس النبضة او الموضوع اللي بيتخد كده في اول دقيقتين تلاتة انت عندك مبارح كان المنتخب فيه شاتات من بداية المباراة وكان فيه سيطرة من نص ملعب منتخب تونس على القرى بشكل كبير جدا كان فيه عشوائية كمان فيه الهاي بريس ما كناش بنضغط وما كناش عارفين مين فين كان لعيبة كلها كان كل واحد بيضغط في كل حتة شوية مش مقبول خالص ان احنا نلعب بالطريقة دي قدام منتخب تونس منتخب ممكن يكون حظوظنا احنا الاتنين كانت زي بعض قبل المباراة يعني احنا الاتنين عندنا نفس الدوافع احنا الاتنين ما عندناش السكواد الكامل اللي هنلعب بالمبارايات الرسمية تكر كمان ان كانت مباراة ما بين كيروش ومنذر الكبير كان مباراة مقفولة وكانت باينة كمان من منتخب تونس بس هو كان عنده حظر فيه وتوازن كمان فيه اللعب بس كانت الكورة في الشق الامامي عنده شكلها حلو كان بيلعب بطريقة كان بيلعب بطريقة حلوة ومتوازنة لكن احنا شفنا منتخب مصر مغاير تماما انا بصراحة نفانا يعني ما شفتش اي جملة فنية من منتخبنا خلال الا مباراة باستثناء كم كورة كده عملهم زيزو وقفشة اللي برضو معرفش خرج ليه يعني مصطفى فتحي برضو في الشروط التاني رغم انه ضيع طبعا هدف بسبب اشتراك مروان حمدي معاه وكان فيه سوق تفاهم في الكورة لكن غير كده انا كنت متحفز جدا على الاداء بتاع منتخب مصر واكننا بنلعب قدام منتخب ايطاليا احنا عايزين نحافز واحنا مقفلين وشايفين ان المنتخب اللي قدامنا مقفل وعايز اخرج من المباراة بالتعادل وامرايح لضربات الجزاء وشفت ده اكتر من مرة في اكتر من لعيب بيحاولوا ضيع وقت دي هاي ما احنا كنا بنلعب قدام تونس والمباراة كان سهل جدا كيروش كان ممكن يسهلها على نفسه باختياره للكلام اللي احنا قلناه قبل كده مرارا وتكرارا هنا في نهارك ابيض انا ونيرفانا او حتى لما انجي بتبقى معنا بنتكلم عن ان كل واحد يلعب في مكانه جماعة هي مش كيميا كل واحد يلعب في مكانه في المركز اللي بيقدي فيه صحيح طيب خلينا نوضح احنا ليه بنقول الكلام ده وبالشكل ده لاننا يا جماعة في مرحلة تجربة ليه دلوقت يطلع اقول مرحلة تجربة معين لاننا يعني الحد قريب جدا بقول ان دي مش وقته لانه كارلوس كيروش نفسه في البداية قال انهم بيلعبش على كاس العرب فخلينا نمسك بقى في الكلام اللي هو قاله في الاول وان دي تجربة طيب احنا متفقين ان احنا داخلين البطولة عشان خاطر زي ما مستقالو سكيروش بيقول نجرب قدينا جربنا تمام الغلط بقى في المرحلة دي خلاص حصل طيب لكن الغلط في اللي جاي هيكلفك كتير جدا جدا ممكن يكلفك خروج من كاس أمم أفريقيا من بدري بدري قوي يعني ممكن يكلفك الخروج من تصيات كاس العالم وبسيناريو شكله وحش جدا يا جماعة انا مش عايزة برضو افكر الناس بأسوأ سيناريو وخرجنا به من حلم المونديال عشان كده يا جماعة احنا محتاجين ان احنا نأكد على كم نقطة كده ما فيهاش مجال الشك وعلى فكرة يعني همنتكلم من منظور مصري مصري زي ما احمد كان بيقول مبارح اقول مبارح منتخب مصر فوق الجميع ما فيهش اي نوع من انواع الالوان نهائية يا جماعة انا ضد اللي بيحصل على السوشيال ميديا سواء لعمر السولية او لمصطف فتحي وقبليه كان محمود علاء لو تفتكروا القصص دي فانا ضد كل دا يا جماعة خلينا نقول ان اول النقطة المهمة اللي خرجنا بيها ان يا جماعة محمد شريف مكانه مهاجم صريح ماينفعش اربع او خمس مطشاط اكون مصر يا جماعة بدون اي سبب ان هو يلعب جناحات تمبارح خلاص احنا لو بنلعب خلاص نسمي فاينو ونتأهل لا مصمم برضو فهو يا جماعة هو متميز جدا في مركز رئيس الحربة مركز رئيس الحربة صريح ايه بقى فايدة ان انا احرق بنزين واحرق دمين احنا شخصيا كل مطش وخليه يلعب جناح انا برضو دي حاجة مش ادرا فهمها تاني نقطة في يا جماعة زي ما قلت برضو في الاول في بعض العناصر مع كامل الاحترام لشخصها والمجهودها لكنها هي لسه قدامها كتير جدا عشان تاخد الصبغة الدولية ودي حاجة ما تقللش منها كلنا بناخد السلم واحدة واحدة فلما مرة تلاقي فيه غلط مرة التانية تلاقي فيه غلط برضو المرة التالتة كلفتنا كتير اوي انا وبتكلم غلط ممكن تناقشني لو في حاجة يا احمد انت شايفة لا انت بتتكلمي صحة بصراحة ان انت كلامك يعني انا بصراحة بحقيقي على كل الكلام اللي انت قلتين ان والنقط اللي انت حطيت ايدك عليها دي بصراحة